أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق مشيرا إلى أليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لعام 2023 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار في ظل اقتصاد السوق الحر ومبدأ العرض وقتلب مشيرا إلى أن تنظيم الأسواق هو مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع ويشعر أن هناك انضباطا في الأسواق هذا وتم إحاطة مجلس الوزراء ببدء تشغيل الفعلية لنظام تأمين الصحية الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارا من أول يناير الجاري ذلك في ضوء ما توليه الدولة منه تمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق رعاية الصحية المنشوضة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية ذلك ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحية الشامل والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسمائلية اشتركوا في القناة